حقيقة كانت رشقة واسعة جداً يعني امتدت من جنوب منطقة أسدود على سبيل المثال لغاية منطقة تل أبيب وطبعاً ذهبت أصلاً شرقاً باتجاهها منطقة رحفوت على سبيل المثال نتحدث عن رشقة واسعة جداً وفالك في إطار القتال الذي مازاله مستمراً المصادر العسكرية الإسرائيلية عموماً تقول بأن استهدفت منذ صباح هذا اليوم 200 هدف داخل قطاع غزة وهذا أيضاً عدد كبير جداً يوضح بأننا اليوم وكأن شيئاً لم يكن وأن الخرب مستمر بنفس الوتيرة القاسية والقوية والدموية التي كانت قبل بدء التهدئة وكأن التهدئة شكلت بالنسبة للناس يعني فترة طويلة من الهدوء ولكنها لم تكن إلى بضعة أيام حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يطالب بن يمين نتنياهو بقطع كافة الاتصالات مع الوسطاء وإعلان إنهاء مصار التهدئة والصفقات الجديدة ويؤكد على ضرورة المضي قدماً بهذه الحرب لأننا متوقع أنه لا اليوم ولا غداً سوف يكون هناك أي إعلان حول وقف اطلاق النار تحديداً وأن الحكومة الإسرائيلية لن يكون لها اجتماعات خلال 24 ساعة القادمة في إطار السبت اليهودي وهذا يعني بأن الحرب سوف تكون مستمرة في منطقة غزة يجب الإشارة أيضاً إلى أن هناك رشقة من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه منطقة كريات الشمونة أيضاً كانت رشقة واسعة ولكن قبلها حوالي بنصف ساعة أي قبل حوالي ساعة من الآن كانت هذه الرشقة من لبنان وأيضاً كان هناك طائرة مسيرة أسقطتها الدفاع الجوي الإسرائيلي في منطقة لبنان الأجواء أجواء المعارك والقتال الشرس داخل قطع غزة هناك لغاية الآن سبعة من الجنود الإسرائيليين الذين أعلنوا عن جراحهم طبعاً أردهابها دائماً حسب المصادر الإسرائيلية التي سوف تتورى عن الإطلاع السحفيين بكافة التفاصيل بخصوص هذه المعارك الدائرة في قطع غزة المعارك هي في فلافة محاور في المحور الشمالي كما هو معروف منطقة بيتلاهي بيتحنون المنطقة الغرب باتجاه المنطقة الساحل وإن كان ذلك هو الأخف وطبعاً في المنطقة الجنوبية نسمع بأن هناك بعض المواجهات التي تحدث تحديداً مع توغل محدود للدبابات الإسرائيلية في جنوب شرق قطع غزة هذا القتال لا يتزامن مع أي حراك سياسي رغم كل التصريبات والتصريحات بأن هناك مفاوضات محاولات البيت الأبيض يقول بأنه مستمر بهذه المسألة ولكن قبل قليل كلنا استمعنا إلى بلينكين وهو يغادر بالطائرة بأن هناك محاولات ولكن لغاية الأنافي المحاولات لم تأتي أكلها والجنب الإسرائيلي أيضاً يريد أن يستمر بهذه الحرب وأن يحقق نتائج على الأرض وبالتالي كل الحديث حول محاولات لوقف اطلاق النار حقيقةً رسمياً لا يوجد هناك أي كلام جدي حولها نعم شكراً جزيلاً لك أحمد البديري مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة شكراً لك شكراً لك شكراً لك